فقر الدم الناتج عن نقص الحديد Iron deficiency anemia تكمن أهمية عنصر الحديد في جسم الإنسان في كونه معدناً انتقالياً بإمكانه إعطاء واستقبال إلكترونات مما يمكن من عملية التنفس وإنتاج الطاقة والآن، هل تعرف ما هو أسباب فقر الدم الناتج عن نقص الحديد؟ تتراوح كمية الحديد الكلية داخل جسم الرجل أربعة جرام والمرأة ثلاثة ونصف جرام ويتواجد المخزن الأساسي للحديد في كريات الدم الحمراء على شكل هيموغلوبين وهو المسؤول عن نقل الأكسوجين لتتم عملية التنفس في حين يتم تخزين باقي كمية الحديد في الكبد الطحال ونخاع العظم والتي تشكل مخزناً للحديد عند الحاجة مثل بعد فقدان الدم أو لإنتاج كريات دم جديدة أما في حالة عدم وجود كمية كافية من الحديد فلا يستطيع الجسم أن ينتج ما يكفي من مادة خلايا الدم الحمراء التي تمكنها من نقل الأكسوجين مما يؤدي إلى حدوث فقر الدم وربما أن يحدث انخفاض لكمية الحديد بالجسم لأسباب أخرى مثل خسارة دم أثناء الحيض بالنسبة للنساء أما وسط الرجال البالغين والنساء بعد سن انقطع الطمث فالسبب الأساسي لنقص الحديد هو فقدان الدم من مسالك الهضم وبالنسبة لأعراض فقر الدم الناتج عن نقص الحديد ففي البداية يمكن أن يظهر بشكل طفيف جدا بحيث لا يمكن ملاحظته ولكن كلما ازدادت الحالة سوءا تبدأ العلامات التالية في الظهور الضعف والإعياء الشديد شحوب الجلد ألم الصدر أو خفقان القلب السريع أو ضيق النفس صداع دوار أو دوخة برودة اليدين والقدمين التهاب أو ألم في اللسان تقصف الأظافر ضعف الشهية خصوصا عند الرضع والأطفال الرغبة الشديدة في تناول المواد غير الغذائية مثل الثلج أو الطلاء أو الطين